السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة الزهراني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة نسرين النصار المادة لغتي موضوع الدرس حرف الصاد إنجازاتي الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو غلاف كتابنا لمادة لغتي ولونه الوردي الغامق كتب عليه اسم مادتنا لغتي ونشاهد على الغلاف صورة أسرة فواز ونورة لدينا هنا دليل الأسرة والذي يتضمن الأنشطة التي تتشارك فيها الأسرة مع أبنائها وبناتها الطلبة والطالبات رقم الوحدة الأولى والثانية الخاصة بالفصل الدراسي الأول عنوان الوحدة النشاط وهنا رقم الصفحة هنا نجد الفهرس وهو عن الوحدة الثانية ووحدة مدرستي نبحث هنا عن دروس الوحدة نحن في الدرس الأول حرف الصاد تبدأ صفحات هذا الدرس من الصفحة رقم اثنين وسبعين هنا غلاف الوحدة كم رقم وحدتنا يرائعين؟ اثنين أحسنتم نحن في الوحدة الثانية وعنوانها مدرستي ولون وحدتنا اللون الأزرق وهذه الحروف التي سنتعلمها في الوحدة الثانية تعرفنا على أول حرف وهو حرف حرف الصاد أحسنتم يوجد هنا صورة وهي صورة المدرسة لأن الوحدة تتحدث عن مدرستي لدينا هنا دليل الوحدة دليل الوحدة فيه الكفايات المستهدفة يهمنا في درسنا لهذا اليوم القراءة والكتابة هيا بنا يا رائعين نجلس في مكان هادع ونجلس جلسة صحيحة نستمع جيدا إلى شرح المعلمة ونحذر كتاب لغتي وقلم الرصاص ممتاز تعلمنا في الدروس الماضية حرف الصاد وعرفنا كيف نكتبه وأيضا عرفنا صوته القصير وأيضا صوته الطويل ممتاز ما هي حروف المد؟ الألف والواو واليا ممتاز عندما تتصل هذه الحروف بحرف الصاد فإنها تعطيه صوتا طويلا إذا أتى الألف بعد الصاد وعليه الفتحة ماذا؟ كيف سننطقه؟ صا أحسنتم يا رائعين اليوم إن شاء الله سنستكمل حرف الصاد ولكن في إنجازاتي سنتعلم اليوم نرسم دائرة حول الحرف صاد ثم نكتبه نقرأ الكلمات مع مراعاة حركة المد مع الحرف الممدود نقرأ الكلمات ونكتب المقطع الساكن على مثال الكلمة الأولى في الكتاب نكتب ما تمليه علينا معلمتنا إذن الآن نفتح الكتاب على الصفحة رقم 78 كما أشير إليها الآن في الشاشة ممتاز إذن نحن لازلنا في الدرس الأول وهو حرف الصاد وهذه هي أشكاله بحسب موضع في الكريمة ونحن الآن في إنجازاتي الفقر الأولى أرسم دائرة حول الحرف صاد ثم أكتبه لدينا هنا كلمات كم عدد هذه الكلمات؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة لدينا أربع كلمات إذن يا أصدقاء لدينا الآن أربع كلمات في كل كلمة فيها حرفنا الذي تعلمناه وهو حرف الصاد ما الذي علينا فعله الآن؟ ممتاز أن نضع دائرة حول الحرف حول حرف الصاد وبعد ذلك ممتاز سنقوم بكتابة حرف الصاد في داخل هذا الفراغ بحسب ووضعه في الكلمة إذا كان نراعي إذا كان في بداية الكلمة سنكتبه بشكلي في بداية الكلمة وكذلك إذا كان في وسطها أو في نهايتها متصلا أو منفصلا هيا يا رائعين معكم الآن دقيقة واحدة لرسم الدائرة ثم كتابة الحرف في الفراغ تبدأ من الآن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر والخطاة وتصحيحها هيا أنا وأنتم الآن إذا في الكلمة الأولى وهي كلمة سقر أين هو حرف الصاد؟ ممتاز في بداية الكلمة سنضع دائرة الكلمة الكلمة التي تليها كلمة قفص ممتاز قفص أين هو حرف الصاد؟ في النهاية نضع هنا دائرة رسمناها حول حرف الصاد كلمة بصل ممتاز نضع دائرة هنا أين أتى حرف الصاد؟ في هذه الكلمة في نهاية الكلمة رائع عفوا في وسط الكلمة إذا متصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده كلمة أحرص أحسنتم نضع دائرة هنا حول حرف الصاد وعلامته الضم أم متى أتى؟ أين هو موضعه؟ في نهاية الكلمة متصل أم منفصل؟ منفصل أحسنتم إذن سنضع الآن الدائرة نرسمها حول الحرف نرسم دائرة هنا حول حرف الصاد وأيضا سنرسمها هنا أيضا وهنا أيضا في كلمة بصل وفي كلمة أحرص ممتاز انتهينا من رسم الدائرة ماذا سنفعل الآن؟ هيا رائعين ماذا سنفعل؟ سنكتب حرف الصاد في الفراق بحسب موضعه في الكلمة هيا بنا الآن في الكلمة الأولى سنكتب حرف الصاد على السطر هذا ما سنرعي يا أصدقاء ولا ننسى سن حرف الصاد ثم متصلا بهذا الشكل لا ننسى أيضا الضبط بالشكل نضع العلامة وهي علامة الفتحة ممتاز الكلمة التي تليها كلمة قفص سوف نكتب حرف الصاد في نهاية الكلمة متصيل ممتاز ينزل قليلا عن السطر ثم يرتفع ولا ننسى تشكيل الحرف بعلامته تنوين الضم قفص كلمة بصل أتى حرف الصاد أين موضعه؟ في وسط الكلمة ممتاز إذن سنرسم اتصاله بالحرف الذي قبله ثم حرف الصاد ثم متصلا ولا ننسى الفتحة الكلمة الأخيرة حرف الصاد سنكتبه على السطر في نهاية الكلمة أتى منفصلا إذن سينزل قليلا عن السطر بشكل منحني ثم يرتفع لا ننسى الضم إذن يا رائعين عندما نكتب حرف الصاد نرأي أولا أن يكون على السطر لا ننسى العلامة علامة الحرف لا ننسى موضعه إذا كان في بداية الكلمة أو في وسطها أو في نهايتها حرف الصاد في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة يكتب على السطر إذا كان في نهاية الكلمة متصل أو منفصل سوف ينزل الجزء الأخير منه عن السطر قليلا بهذه الطريقة انتهينا يا رائعين كتبنا بشكل صحيح ممتاز بارك الله فيكم حتى ننتقل الآن إلى الفقرة التي تليها الفقرة التي تليها في الصفحة رقم 78 كما أشير الآن صفحة رقم 78 الفقرة الثانية من إنجازاتي أقرأ الكلمات مع مراعاة حركة المد مع الحرف الممدود إذن لدينا كم كلمة؟ واحد اثنين ثلاثة لدينا ثلاث كلمات نريد الآن قراءة هذه الكلمات لدينا ثلاث كلمات ونريد قراءتها عندما سنقرأ الكلمات سنلاحظ حرف المد ونلاحظ أيضا الحرف الممدود نلاحظ أيضا نريد منكم أن تركزوا بأن الحرف الممدود يأتي قبل حرف المد ثم ننطقه بما أنه حرف المد هل سيكون صوته قصيراً أم طويلاً؟ طويل أحسنتم هيا نركز الآن في أول كلمة الكلمة الأولى نقرأها أنا سأقرأ وأنتم ترددون صادق صادق صاء صاء ممتاز الكلمة التي تليها نصيد نصيد ممتاز صورة صورة رائع هيا بنا الآن نستذكر حروف المد ما هي الألف أحسنتم الواو والياء رائع إذن إذا كان الحرف الذي قبل حرف الألف ما هي حركته حتى يكون مناسباً له وننطقه بصوته الطويل الفتحة أحسنتم الفتحة تأتي مع الألف والواو الضم أحسنتم والياء الكسرة هيا بنا نشاهد الآن الكلمة الأولى ونلاحظها معاً كلمة صادق لاحظوا الآن حرف الصاد علامته الفتحة ممتاز وبعده أتى حرف الألف وهو حرف المد سيكون الآن هذا هو حرف المد وهذا هو الحرف الممدود عندما نقرأ سنقرأها بصوت واحد نراعي حركة المد وحركة الحرف الممدودي معاً معاً حرف المد مع حرف الممدود ص ص نردد مع المعلمة ص صادق صادق ممتاز هنا حرف الصاد ما هي علامته الكسرة ممتاز أتى بعد الكسرة الحرف حرف الياء ممتاز وهو من حروف المد فيعطيه صوتاً طويلاً فنقول نصيد نصيد ممتاز كلمة صورة صورة لاحظوا صو الحرف الممدود مع حرف المد بصوت واحد ننطقها ص ص ممتاز أحسنتم إذن رائعين من خلال هذه الثلاث الكلمات نراعي حركة المد والحرف الممدود في النطق فيكون بصوت واحد فكلمة صادق كيف نطقناها؟ ص أحسنتم الألف تناسبها الفتحة على الحرف الذي قبله أيضاً كلمة نصيد نصيد ص الكسرة تحت حرف الصاد وبعدها حرف الياء الكلمة التي تليها صورة أو صورة ص كيف نطقناها؟ بصوت طويل لماذا؟ لأن الواو حرف مد من هو الحرف الممدود؟ الصاد سو سو وبعدها واو نقول سو أحسنتم يا رائعين ننتقل الآن إلى الفقرة التي تليها الفقرة رقم ثلاثة أقرأ الكلمة وأكتب المقطع الساكنة على مثال الكلمة الأولى نلاحظ الآن لدينا الكلمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لدينا أربع كلمات الكلمة الأولى كلمة مدرسة مدرسة إذن يا رائعين مدرسة نلاحظ هنا حرف حرف الأول حرف الميم علامته الفتحة أحسنتم أتى بعدها حرف الدال ما هي حركة حرف الدال؟ السكون ممتاز إذن يا رائعين الحرف المتحرك حرف قوي عندما ننطقه يكون قويا م في كلمة مدرسة م ممتاز عندما يأتي الحرف الساكن الحرف الساكن ضعيف لذلك عندما ننطقه ننطقه مع الحرف الذي قبله بصوت واحد ونسميه مقطع ساكن مد مدرسة مدرسة الميم مع الدال سننطقها مدرسة رسة إذن لدينا هنا مقطع ساكن في الكلمة الأولى الكلمة التالية هيا بنا نقرأها يا أصدقاء نم مرن نمرن نردد نمرن نمرن ممتاز أريد منكم الآن أن تكتبوا المقطع الساكن في هذه الكلمة وكذلك في الكلمة التي تليها سنقرأ الكلمات جميعها وأعطيكم وقتا للكتابة الكلمة التالية رم رم مل رم مل رم مل الكلمة هنا الثالثة والأخيرة سق رن سق رن سق رن إذن هكذا نقرأ الكلمات التي فيها مقطع ساكن ما الذي سنفعل الآن بعد أن قرأنا الكلمات؟ ممتاز سوف نكتب فقط المقطع الساكن في كل فراء لديكم دقيقة واحدة تبدأ من الآن يا رائعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو حرف النون الذي تحته الكسرة ن مع حرف الميم الساكن نم سيكون بصوت واحد ونسميه المقطع الساكن نقوم بكتابته الآن نم بهذه الطريقة لا ننسى نقطة حرف النون والكسرة وأيضاً وأيضاً السكون على حرف الميم ونلاحظ أن الميم متصلة بالحرف الذي بعدها ننتقل الآن الكلمة التالية وهي كلمة رم لن المقطع الساكن رم أحسنتم ونضع السكون على حرف الميم أيضاً الكلمة الثالثة سق رن المقطع الساكن سق ممتاز سنكتبه الآن سق لا ننسى أن نضبط الكلمات بعلاماتها الفتحة على الصاد والسكون على حرف القاف الذي سنتعلمه إن شاء الله ويكون متصلاً في النهاية تعرفنا الآن على المقطع الساكن في كل كلمة إذن ما هو المقطع الساكن هو الحرف الذي عليه علامة السكون مع الحرف الذي قبله يسمى المقطع الساكن عندما ننطقه في القراءة ننطقه مقطع واحد كما في كلمة مدرسة نقول مد بصوت واحد انتهينا يا رائعين من الكتابة ممتاز حتى ننتقل الآن إلى الفقرة التي تليها مستعدون؟ ممتاز الآن في الفقرة التي تليها نفتح الكتاب على الصفحة رقم ثمانية وسبعين لدينا الآن الفقرة رقم أربعة أكتبوا ما يملى علي نفتح الكتاب أولاً الآن على هذه الصفحة صفحة رقم ثمانية وسبعين ممتاز ممتاز نحن الآن في الفقرة الرابعة ستكتبون ما أمليه عليكم مستعدون؟ كيف سنكتب كما تعودنا؟ سنكتب أولاً في الفراغ الأول من اليمين وننتقل من اليمين إلى اليسار إذن الآن نكتب في الفراغ الأول صي صي نمسك بالقلم بطريقة صحيحة حتى نتمكن من كتابة الكلمات أو الحروف بشكل واضح صي هل صوتي قصيراً أم طويلاً؟ نركز ممتاز نكتب على السطر لا ننسى العلامات على الأحرف لا ننسى النقاط أيضاً صي ممتاز انتهينا رائعين ننتقل الآن إلى المستطيل الذي يليه من اليمين باتجاه اليسار صا 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 نلاحظ الصوت كان صوتي قصير أم طويل نضع العلامات لا ننساها إذن من البداية في الفراغ الأول صي والفراغ الذي يليه صا ممتاز ننتقل إلى الفقرة التي تليها الفراغ الثالث ونكتب فيه صو صو الصوتي قصير أم طويل ممتاز نكتب بصوت المعلمة نضع العلامة صو ممتاز انتهينا في الفراغ الأخير الرابع سنكتب بصل بصل كلمة من ثلاثة أحرف وتعرفنا على هذه الثلاثة الأحرف جميعها بصل أصدقال ننسى العلامات على الحروف ب ص بصل وجد مقطع ساكن في هذه الكلمة انتهينا أعيد عليكم كان لديه خطأ يمحوه ويعيد كتابته بطريقة صحيحة الفراغ الأول ص والفراغ الذي يليه ص والفراغ الذي يليه الثالث ص والفراغ الأخير نكتب فيه كلمة بصل بصل ممتاز انتهينا رائعين الآن سأقوم بكتابة هذه الحروف والكلمة على الشاشة ونشاهد إن كانت لدينا كلماتنا صحيحة فأنتم رائعون إذا كان لدينا خطأ في حركة أو في حرف نقوم بمحو الخطأ وإعادة كتابته بطريقة صحيحة إذن في المربع الأول سنكتب ص ولا ننسى الكسرة والذي يليه ص ممتاز ممتاز رائعين لابد أنكم كتبتوا بهذه الطريقة الصحيحة ثم الذي يليه ص صوت قصير إذن ص صوت طويل ص صوت طويل ص صوت قصير بعدها كلمة بصل بصل ممتاز ثم يا رائعين بعد أن كتبنا هذه الكلمات ماذا سنفعل سنقوم بتكرارها وكتابتها في الخانة التي تليها بالأسفل انتهينا ممتاز إذن تعلمنا اليوم رسمنا دائرة حول الحرف صاد ثم كتبنا قرأنا الكلمات مع مراعاة حركة المد مع الحرف الممدود قرأنا الكلمات وكتبنا المقطع الساكن على مثال الكلمة الأولى في الكتاب كتبنا ما أملته علينا معلمتنا انتهى درسنا يا أصدقاء لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر